موسيقى سما نحن عارفين كل العالم قبل أكم من يوم احتفلنا بالعيد الميلاد وعيد راس السنة أو الإش المميز إنه هالناس تستنى هاليوم نسمع الزمامير والأضوية خاصة أحلى أحلى لحظة لما منشوف عقارب الساعة والتواني قربت توصل 12 بالليل عشان نقول لألفين وتسعة باي باي ونقول لألفين وعشرة أهلا وسهلا ولكن كتير حلو أشكر رب بكل العالم بيحتفلوا بهذا اليوم ألفين وعشرة بقالنا أربعة أيام بألفين وعشرة أو اليوم ثلاثة أيام مرة كنت قاعدة من الأخمروان بالستوديو عم نتحدث مع بعض وعم بقال لي فيك أترنيمي بقول لي هيك ألم وبيكتب تاريخ تعرف إنه مبارح صار تاريخ 2009 صارت بالتاريخ 2008 تاريخ 2009 تعرف كمان هالألم اللي بيكتب تاريخ سجل قبل تاني إيش صار لأنه ما فيش فينا المقدرة نرجع عقارب الساعة تاني واحد إلى وراء مظبوط يا ريت من قدر نرجع عقارب الساعة إلى وراء فالوقت يركض بيمشي لأدام فلما هالعالم بيطلعوا على 2009 إنه راحت ونحنا في 2010 لازم نبدأ شوي بأفكارنا وأدهاننا وعقولنا نحسب إنه هالألم يكتب إيش صار وإنتي وأنا راح نقرر إيش راح يصير صفر الجامعة وصحح ثلاثة راح نقرأ مع بعض شوف الجامعة الصحح ثلاثة بعد سفر الأمثال وشوف الآية الأولى لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت فيه وقت الله لما خلق هذا الكون والعالم خلقه في وقت محدد ولما كان روح الرب يرف على الغمر على وجه المياه بقول كتاب في ست أيام الله عمل كل شيء ما نشوفه بعدنا اليوم وفي اليوم السابع استراحة أو توقف ولكن كان فيه وقت الوقت في حياتنا الشيء مهم الوقت الوقت لبعض الناس هو عدو خاصة اللي بيحبوا يبقوا شباب مظبوط هذا عدو والوقت لبعض الناس الاخرين هو ربح ليه نعرف كيف نستغل الأوقات والأزمنة بحسب قصد الله الله أعطانا نعمي أعطانا أغلى وأتمن عطيه يسوع ولكن يسوع ما إجاش بشكل عشوائي يسوع أتى إلى هذا العالم بقول الكتاب لما أتى ملء الزمان هناك وقت محدد لهذا مش طريقة صدفي مش فجأة من غير ما حدا بيعرف لما أتى ملء الزمان هناك زمان لازم يمتلئ أو يكمل حتى الله يتحرك هذا الوقت لتدرس كلمة الرب تشوف أنه الله بيتعامل مع الأوقات والأزمنة بطريقة جدا جدا مهمة ولكن نحنا كبشر الوقت بالنسبة لإلنا أمرات بيكون وكأنه الشيء مش موجود تاريخ سجل 2009 كتاريخ ما بعرف كيف استغلينا وقتنا فيه ولكن اليوم بمعونة الله راح نتأمل كيف ممكن 2010 يكون فيها افتداء للوقت بطريقة صالحة وبقول سليمان لكل شيء زمان ولكل أمر شايف حط خط تحت كلمة كل حتى تتذكر كل مش بعض الأمور لكل أمر تحت السماوات في ايه في وقت للولادي في وقت مظبوط وللموت في وقت وللغرس في وقت ولقلع المغروس وقت للقتل وقت وللشفاء وقت للهدم وقت وقت وللبناء وقت للبكاء وللضحك للنوح والرقص لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة للمعانقة والانفصال للكسب وقت وللخسارة وقت للصيانة وقت وللطرح وقت للتمزيق وقت وللتخيط واء وللسكوت وقت وللتكلم وقت للحب للبغضة وقت للحرب والصلح وقت شبه الكتاب في آية 11 صنع الكل حسنا في وقته كيف الله يشتغل كل الأمور اللي الله عملها بطريقة عملها أحسن ما يكون ولكن في إلى وقت وصنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمل الله من البداية إلى النهاية الله أقول صنع الكل حسنا وجعل الأبدية مين يعفهم شو يعني جعل الأبدية في قلوبهم دايما في شيء بذكرنا أنه الوقت عم يمر أكبر عدول الإنسان إيه الموت الموت مظبوط والموت كيف بيجي بالوقت كل ياتنا بتتذكر لما كنت شاب صغير وشعرك حلا وفيش صلعة وفيش تجعيد وفيش كنا نشطين ونط وين بدنا ونروح وين بدنا ونيجي وين بدنا بس أعمليك بتشوف قديش عرارك خفاف وقدي أنت بتقعد نص ساعة الكرسي بيصير ظهرك يوجعك تعرف لي لأنه في وقت وجسمنا بتغير مع الوقت